بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاف سنوية عامة رجاءة لحضراتكم مرة تانية وبحل معكم النهاردة كتاب المعاصر المراجع نهائية وإن شاء الله بإذن الله هنحل كتاب المعاصر المراجع نهائية كاملا إن شاء الله من غير منصيف فيه حاجة في الحلقات هتنزل تباعا بإذن الله فعلشان كده هتنزل في الوصفة هتلاقي لينك لقايمة تشغيل كاملة فيها المعاصر المراجع نهائية كله إن شاء الله هنحاول بقدر إمكان نكسف الحلقات علشان تلحاول تخلصوا أكبر قدر من الكتاب لأنه كتاب عظيم جدا وضخم جدا فإن شاء الله فيه كام كبير قوي من التمارين فإن شاء الله هنركز قوي في إن احنا ننزل الحلقات بشكل متتالي انزل في الوصفة هتلاقي قايمة تشغيل فيها كتاب المعاصر المراجع نهائية كامل من أوله والآخره كمان في الوصفة هتلاقي كل الروابط بتاعت الحلقات اللي اتعملت عشان سنوية عامة أكيد هتفيدك جدا هتلاقي كمان روابط كل حاجة ليها علاقة بالسوشال ميديا علشان لو حابب نتواصل مع بعض إن شاء الله كل ده هتلاقيه في الوصفة ما تنساش تشترك في القناة واتفعل الجرس ويا ريت كمان لو تسيب لنا الكومنت بتاع حضرتك علشان نعرف حضرتك محتاج إيه وكمان علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس ما تنساش كمان شاير الفيديو لكل أصحابك وتبلغ كل أصحابك إننا بدأنا بالراجع في كتاب المعاصر مراجع نهائية إن شاء الله لسنة تلتة سنوية يلا بينا مباشرة على كتاب المعاصر مراجع نهائية نحل مع بعض التمارين بتاعت النهاردة ونرجع لبعض تاني مرحبا الرحيم الجملة الأمر 1 بتقول following a not diet is necessary to keep healthy ضروري إنك تفضل بصحة كويسة لازم يبقى عندك نظام غذائي متوازن كلمة متوازن يعني balanced letter A هي الإجابة الصحيحة سؤال التاني his mother always not that he is member on he is number one in everything مامتو دايما بتتفاخر وبتفتخر إنه رقم واحد في كل شيء تفتخر يعني posts اللي هي letter B أمو بتفخر post يعني يفخر أو يفتخر number three by nature بالطبيعة every girl dreams كل بنت بتحلم of the day when she is a not in a white wedding dress بتحلم باليوم اللي بتبقى فيه عروسة في الفستان الأبيض طبعا عروسة يعني bride letter A the thief not the night watch a man on the head with a stick إلس ضرب الحارس الليلي على رأسه بالعصى كلمة beat يعني يضرب letter D لكلمة beat تنفع يهزم أو يضرب letter B هنا هي الإجابة الصحيح number five this vitamin هذا الفيتامين هذا الفيتامين هذا نقط effect on your health له تأثير إيه على صحتك له تأثير مفيد لأنه لأنه vitamin بنيفكل يعني مفيد letter B number six you can use my tablet تقدر تستخدم التابلت بتاعي it not طيب عايز أقول التابلت بتاعي مشحون طبعا break into break down لا break down يعني تعطل break into يعني يقتحم هل هو مشحون تماما is fully charged charged ولا is fully any charge لأ any charge يعني مسؤول لكن هو charged كلمة charged يعني مشحون letter A number seven when you ask him about something لما تسأله عن شيء he replies not he is very proud of himself دائما بيرد بفخر لأنه فخور جدا بنفسه طبعا reply ده فعل قدام حضرتك فعل ودايما اللي بيجي بعد الفعل هو الظرف وإحنا قلنا من شوية ان كلمة boost يعني يتفاخر أو فخر فبالتالي أنا عايز الظرف منها اللي احنا بنضفلها L و Y فتبق boastfully بفخر بيرد بفخر لأنه فخور بنفسه proud of himself number eight this wall has a heart is not painted مدهون بشكل كويس ولا لأ هنشوف I have to repair it repaint it أنا محتاج أن أنا أعيد ديهانه مرة أخرى يبقى مدهون بشكل سيء badly letter A هي الإجابة الصحيحة number nine a note is used to show statistics كلمة statistics يعني الإحصائيات إيه اللي معمولة علشان تدينا الإحصائيات اللي بيوضح الإحصائيات هو الرسم البياني بالأعمدة وأنا عندي كلمتين معناهم رسم بياني بالأعمدة bar chart وعندي bar graph طب مين فيهم لتنين B and C فعشان كده هنختار letter D the discussion المناقشة with the experts مع الخبراء helped us ساعدتنا not some new ideas إن إحنا نعمل عصف ذهني ونتبادل مع بعض الأفكار الجديدة كلمة brainstorm brainstorm يعني 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 عصف ذهني أو يستشير الأفكار ويتبادل الأفكار فletter A هنا هي الإجابة الصحيحة number 11 teachers usually suffer from not المعلمين دائما بيعانوا من not they exert too much effort لأنهم بيبذلوا مجهود مضاعف فهم بيعانوا من burn out burn out اللي هو الإنهاك الشديد لدرجة الاحتراق إنه خلاص هو حاسس إنه مرهق جدا وتعبان جدا burn out letter C اللي جابة الصحيحة number 12 a not tour guide speaks two languages الراجل اللي بيتكلم لغتين ده بيسموه راجل ثناء اللغة يستطيع ويجيد التحدث بلغتين فياسمه بالانجليش be lingual be lingual be lingual يعني يجيد التحدث بلغتين letter B number 13 سامي not the office when رامي was away he ran it efficiently هو أدار المكتب بشكل كف لما رامي كان موجود يبا سامي كان مسؤول عن المكتب كلمة مسؤول عن يعني in charge of وتاخد طبعا was قبلها عشان نقول هو كان مسؤول عن يبا he was in charge of هو كان مسؤول عن المكتب سامي not the office المكتب في رقم 14 when ramy was away he stole some important documents سرق بعض الوثايا المهمة يببى الرجل ده اقتحم المكتب يببى دخل عشان يسرق ما قدرش ما كانش مسؤول لا ده اقتحم broke into letter C number 15 سامي not was robbing بالسرقة بسرقة the office when ramy was away واضح انه كان متهم كلمة in charge of مسؤول عن متهم يعني ايه متهم يعني was charged التهم يعني كلمة charge يعني التهم ولكن طبعا هنا مبني مجهول verb to be زي lpp فهنقول was charged letter ايه هي الاجابة الصحيح موسيقى 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 لما نغلل المية في فقاقيع من الغاز بترتفع لسطح الماء يبقى هنا كده عايزين كلمة فقاقيع بابلز بابلز letter d to not yourself means not to do things that annoy other people انك شخص ما بتعملش حاجة تضايق الاخرين فانت راجل behave yourself behave yourself يعني بتكون مؤدم ومحترم تحترم نفسك اولا وتحترم الاخرين behave yourself عشان كده بنستخدم هذا التعبير لما نحب نقول له واحد خليك محترم يعني behave yourself فانك ما تعملش حاجة تضايق الاخرين behave yourself اعتقد ان التحيز ضد المرأة لم يعد موجود exist يعني موجود كلمة التحيز اللي هو ببيز letter d هي الاجابة الصحيحة number 19 if you seek لو بتدور على لو بتبحث عن trusted information معلومات موثوق فيها and serious reports وتقارير جدة then you can read a not تقدر ساعتها تقرأ جريدة رسمية broadsheet ما تقراش جريدة من جرائد تحت السلم زي ما بيقولوا عليها لكن اقرأ جريدة رسمية broadsheet broadsheet يعني broadsheet يعني جريدة رسمية letter b هي الاجابة الصحيح number 20 you want to enjoy that play انت مش هتستمتع بهذه المسرحية it's not لانها المسرحية من الاخر كده مملة يعني كلمة مملة يعني boring letter c هي الاجابة الصحيحة number 21 بتقول we say someone احنا بنقول ان شخص ما is waiting with not شخص لما نقول على حد انه منتظر with not breathe معناها when they are waiting eagerly لما يكونوا منتظرين بشغف for something important to them لحاجة مهمة تحصل لهم فهو شخص منتظر بفارغ الصبر بفارغ الصبر او بطلوع الروح زي ما بيقولوا waiting with baited breath احفظ لي الاكسبريشن ده ينتظر بفارغ الصبر waited await with baited letter a baited breath his love for his team حبه للفريق بتاعه not his opinion بيخليه يسيطر على الرأي بتاعه او بيخلي الرأي بتاعه مش محايد فبنقول انه هو بيز هنا كلمة بيز تنفع متحيز وتنفع فعل بمعنى يتحيز كلمة بيز letter c هي الايجابة الصحيحة مستر مصطفى سكار always not عربية مستر مصطفى دايما بتعطل كلمة يتعطل يعني break down letter d هي الايجابة الصحيحة number 24 الجملة رقم 24 he was not enough to flight the gang on his own sorry he was not enough to fight مش to flight to fight انه يتشجر او يحارب العصابة او يعارك العصابة on his own وحده فهو راجل شجاع بشكل كفاية brave كلمة brave يعني شجاع بشكل كفاية انه يحارب العصابة ويقف ضد العصابة الوحده try to keep your not حاول انك تحافظ على ايه or you will fall وإلا هتسقط ايه اللي بيخليك ما توقعش التوازن حاول تحافظ على balance بتاعك التوازن بتاعك the lion king is a cartoon cartoon اسم lion king my not daughter likes اللي بنتي المحبوبة بتحبه كلمة المحبوبة يعني beloved beloved letter c try to not from the facilities that educational academy offers حاول تستفيد من التسهيلات وهو facilities تنفع مرافق بس هنا مش معناها المرافق حاول تستفيد من التسهيلات اللي الاكاديمية التعليمية دي بتعرضها وبتقدمها كلمة يستفيد من يعني benefit from letter d هي الإجابة الصحيحة many benefit from decent life initiative الكثير يستفيد من many benefit from decent life initiative يعني الكثير يستفيد من مبادرة حياة كريمة in this sentence is a word benefit يستفيد is هو هنا في الجملة دي يستفيد verb فعل في ناس كتير بتستفيد benefit from benefit تنفع يستفيد وتنفع فايدة بس ينفعش هنا اقول فايدة كثيرة من ولكن الكثير يستفيد من الكثير يستفيد من مبادرة حياة كريمة number 29 29 many benefits نفس الجملة بس هنا many benefits يعني الكثير من الفوائد are gained بتكتسب from decent life initiative من مبادرة حياة كريمة in this sentence is a word benefits فوائد هنا بقى او اراء from a particular person من شخص معين or about a particular subject او عن موضوع معين فبيسموها البلوج المدونة مدونة الانترنت blog letter c i dropped the tablet وقعت التابلت not i didn't mean مكنش شخصه طبعا to break it اني اكسره فطالما وقعته بالصدفة بالخطأ by accident لاني مكنش قصد ده فبيسموها by accident by accident يعني وقعته بالخطأ خطأا يعني i called the not to repair the horse shoes ندهت على ايه علشان يصلح the horse shoes هو horse shoes ده برعا ايه horse shoes ده اللي هو حزاء الحصان يعني اللي هي بيسموها الحدوة بتاعت الحصان ودي على فكرة بتبقى حديد فانا كده عايز حداد blacksmith يعني حداد blacksmith letter c هي الإجابة الصحيحة the children the children the fall not to go out with their parents الاطفال a بيتوسلوا دايما بيطلبوا بيتوسلوا ان هم يخرجوا مع آبائهم begged letter b هي الإجابة الصحيحة the child was not the ball as if he was a professional basketball basketballer الولد الصغير كان بيعمليه في الكرة وكأنه لعب بسكتبول محترف هنا كان بينطط الكرة وكأنه لعب بسكتبول محترف يبقى bouncing يعني ينطط الكرة in upper egypt في صعيد مصر most agricultural land معظم الأرض الزراعية is on the west نقط of the nile على الضفة الغربية للنهر كلمة ضفاف النيل يعني ضفاف الانهار عموما إذا كان نيل أو غير النيل أي ضفة نهر بيبقى اسمها bank letter d هي الإجابة الصحيحة bank we are not saying the same thing the difference الاختلاف is on some unimportant details الاختلاف بس في بعض التفاصيل غير هامة فإحنا بشكل أساسي بشكل أكيد وأساسي إحنا بنقول نفس شي basically basically يعني بشكل أساسي we are basically saying the same إحنا أساسا بنقول الحاجة واحدة بس الاختلاف في حاجة مش مهمة this second hand card العربية المستعملة هي صفقة صفقة حقيقية لأنها عربية حلوة وكويسة وسكن هند واتلاقي مستعملة بس سعرها كويس فهنا يبقى هو بيقولك دي صفقة جيدة bargain letter A يعني صفقة جيدة مجموعة من A أقاموا أو أسسوا جمعية خيرية في المنطقة بتاعتنا مجموعة من المحسنين الناس المحسنين اللي بيطلعوا فلوس لله اسمهم benefactors benefactors letter B هي الإجابة الصحيحة to apply for a job علشان تتقدم لوظيفة I have أو عشان أتقدم لوظيفة I have to attach لازم أرفق a personal photo شخصية صورة شخصية with a white note وليها خلفية بيضاء background يعني خلفية letter A هي الإجابة الصحيحة وبكده يا شباب نكون خلصنا حلقة النهاردة أتمنى تكون نايلة إعجابكم ما تنساش تعمل like الفيديو وتسيب الكومنت بتاع حضرتك علشان نوصل لأكبر عدد من طلاب مصر ما تنساش كمان إنك تشاري الفيديو وتبلغ كل أصحابك وتبعت لصحابك على جروبات social media عموما telegram واتساب فيسبوك علشان الناس كلها تعرف إننا already شغالين في كتاب معاصم وراجع نائية مش هتأخر عليكم بحبكم دايما في الله أشوفكم دايما على خير إلى اللقاء